أهلا بكم أحباء المشاهدين كنا قد تطرقنا في الحلقة الماضية إلى نقطة مهمة في النموذج جاني من أخطاء النصاخ في القرآن وكيف أخطأ القراء في قراءة الآية 35 من صورة الأنفال ثم تأثير المفسرون الأوائل بفكرة همجية وجه المجتمع العربي قبل الإسلام وتصورهم المشين لطرق التعبد عند العرب كحفات وعرات يطوفون حول الكعبة لا يستطيعون ترتيل أي نص مقدس احتراما لآلهتهم هذا إن سلمنا بكونهم وثنيين فعلا بل فقط تصفيق وتصفير كصلاة لهذه الآلهة وهذا التفسير ليس له أي أساس علمي تاريخي يعزز هذا الادعاء واعتبار هؤلاء المفسرون أن النص القرآني في هذه الآية يتحدث عن أهل القريش في حين نجد سياق صورة الأنفال تتحدث عن قوة كبيرة تستطيع التحدي أو التصدي لأي زائر للأرض المقدسة البيت الحرام وختمت الحلقة بالإشارة للبيزنطيين كطرف في الصراع ودرية إبراهيم المتمثلة في اليهود والعرب من جهة أخرى بحجة المطالبة بإرث الأرض الموعودة أو الأرض المعاد فلسطين أرض جدهم إبراهيم كما جاء في تاريخ هرقل للمؤرخ الأرميني سيبيوس بحسب التفاسير الإسلامية فصورة الأنفال نزلت بعد انتصار المسلمين على قريش في معركة بدر الكبرى نظراً للحديث عن الغنائم وأحكام توزيعها كما قال الشيخ التونسي ابن عشور في تفسيره التحرير والتنوير على سبيل المثال ولكن هذه المعركة لم يأتي لها ذكر سوى في المراجع الإسلامية التي تعود كما قلنا للعاصر العباسي ومهما كان لقبيلة قريش من نفوذ ورئاسة على القبائل العربية الأخرى إلا أن الانتصار عليها ليس بالحدث التاريخي المهم الذي هز العالم القديم أيام محمد فقوتها لا يمكن مقارنتها بالقوات البزنطية أو الفارسية أو حتى الممالك العربية كالغساسنة والمنادرة فالآية 65 من صورة الأنفال يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بأنهم قوم لا يفقهون فمعركة بدر بحسب الرواية الإسلامية كانت ضد قريش قبيلة محمد له فيها أهل وأحبة وجران يعزهم ويحترمهم فلا يتوقع وجود هذه اللهجة القوية في التحريض على قتالهم إلا إذا كانوا قوما فعلا معتدين لا توجد بينهم قرابة ولا مودة والجيش القريشي حسب الرواية الإسلامية لا يتعدى الألف من الفرسان والآية 65 من سورة الأنفال تشير إلى عدد ضخم من الجنود يعد بالألافات وهذا العدد يتوفر عند القوات العظمى كالبيزنطيين والفرس فقط وفي سورة آل عمران 124 تتحدث عن هذه المعركة إذ تقول للمؤمنين ألني يكفيكم أن يمدكم ربكم بتثلالة آلاف من الملائكة منزلين بمعنى أن عدد جيوش الأعداء يقدر بعشر آلاف من الجنود حتى يرسل الله ثلاث آلاف من الملائكة كما تفيد الآية وهذا الرقم الكبير لا يتوفر لأهل القريش وحتى لو جمع العرب كلهم ضد محمد وأتباعه وبالتالي ما جاء في وثيقة قبطية للأسقف يحنى النقيوسي المتوفى حوالي 700 ميلادية في عهد البابا سيمون الأول يتطابق تماما مع ما جاء في الآية 65 من سورة الأمثال حيث قال عن محمد رجل يطارد ألفا وإثنين يهزمون عشرة آلاف كما هو مكتوب في صفر التثنية الإصحاح 32 العدد 30 كيف يطرد واحد ألفا ويهزم إثنان ربوة وتساءل هذا الأسقف قائلا وإلا كيف أمكن لعرات بين قوسين يتحدث عن الملابس الحرب يمتطون بين قوسين جيادهم من دون دروع أو تروس أن يفوزوا في غنى عن المساعدة الإلهية بحسب هذا القول يعني أن الله هو الذي قدم هذه النصرة العظيمة لمحمد وأتباعه وعزا هذه النصرة للظلم الذي مارسه البيزنطيون على الشعوب المحكومة حيث قال إن خطايا البيزنطيين جلبت الغضب الإلهي بين قوسين المتجسد فيما يسمى الفتح العربي ويدعو زميله يحنى بارفنيك إلى عدم اعتبار ظهور أبناء هاجر بين قوسين العرب أمرا عاديا بل إلى أخذه كنتيجة عمل إلهي ثم يضيف هذا الأسقف قائلا عندما جاء هؤلاء الناس أي الهجريين جاءوا بأمر من الله واستولوا على ما كان للمملكتين بين القوسين مملكة فارس ومملكة بيزنطة وضع الله النصرة أو النصرة بين أيديهم كما لو أن الكلمات التي تعنيهم تنفذت بحدافرها وعبارة نصرة إلهية في اللغة السوريانية هي عذرار وكما وضح دكتورنا الأستاذ كريستوف ليكسنبرغ فنبرت ألباء هي في الحقيقة عين سوريانية فالكلمة ليست ببدر كما جاء في سورة آل عمران الآية 123 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فانتصار العرب على الروم البزنطيين بين القوسين في معركة تابوك دون دروع أو تروس كما يتضح من شهادة المؤرخ سيبيوس ما هي سوى كما قال الأسقف يحنان نقيوسي نصرة إلهية أو المساعدة الإلهية قدمت لنا في النص القرآني بقراءة مغايرة وهي ببدر فنكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة فكونا موانا